مستقيم مش مخط مستقيم اذا هي يا اما حادة يا اما منفرجة هل الاضلاع قريبة من بعض نعم قريبة اذا نوع الزاوية حددته حادة نوع الزاوية حادة نمسك المنقلة وبحدد رأس المنقلة بطابق رأس المنقلة على رأس الزاوية طلع هاي شايف كيف طابقت رأس المنقلة هايها هاي مركز المنقلة وهاي رأس الزاوية بطابق رأس المنقلة على رأس الزاوية هاي طابقت انا بعدين الضلع اللي في المنقلة هاد اللي بيأشر على المية وثمانين او الصفر طابقه مع الضلع الابتداء اللي انت رح تبلش فيه القياس اذا انا رح هيني طابقتها تماما طابقتها تماما اتطلع هي على ايش مأشره مأشره على الثلاثين ومأشره ايضا على الثلاثين ومأشره ايضا على المية وخمسين اذا في عندي رقمين داخلي ثلاثين ومية وخمسين انت شو حددت نوعها انت حكيت ثاثف هل يجوز حادة هل يجوز اخذ المية وخمسين بحكي انه هاي قياسها مية وخمسين بما انه حددنا انها حادة برجع بعيد حادة الحادة رجع للاستنتاجات اللي استنتاجناها في الفيديو الاول من هذا الدرس كنا منحكي يا رابع انه الحادة اقل من تسعين اذا بما انه الحادة الحادة اقل من تسعين اذا باخذ مين الثلاثين اذا قياس الزاوية ان دي سي تساوي ثلاثين درجة ثلاثين درجة اذا هاي قياسها باكتب هون ثلاثين درجة تمام يا رابع رح اخذ كمان مثال ما قياس الزاوية رمز الزاوية اتش اف اي اتش اف اي برجع للمنقلة حكينا المنقلة بنتبت مركز المنقلة على مر رأس الزاوية هي ثبتهم وبعدين بثبت الاضلاع على بعض بخط واحد وبتطلع على الظلع الثاني اذا ضلع الابتداء هات الظلع اللي بلشت فيه القياس هو عبارة عن بيأشر طابقته مع الزلع المنقلة الزلع الثاني يشير الى ستين ومية وعشرين طب احنا نسينا نحدد نوع الزاوية هاي الزاوية الاضلاع بعيدة عن بعض اذا نوعها منفرجة نوع الزاوية منفرجة اشتركوا في القناة